السلام عليكم متذبعي الكرام أتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وأنتم لم ترى هذا الفيديو بداية الحلقة التسعود ستكون مع قادير سأجيب الخوط و الفطور وسأبدأ يسألهم كيف تنهر الأول في هذه المدراسة الجديدة ميليستة ستكون الوقت كامل وهي حاطة عينيها على قادير لا تحييتش تشوف علي سنرى موراد توجه الكافيتريا وسأبدأ يعيد القادير بحطة طريقة لمستفيذة لكي يأخذ طلبية الساحب موراد سيضح تسلاف الأرض فيها المشوار وسيقول القادير هبط هزها و أرجعها في مكان هذا ما سيكون القادير سيكبر عقله و سيهبط ثم سيضح تسلاف الموراد سيضح تسلاف هنا ميليستة سيضر فيه و سيقول القادير أنه العدمية سيكون لغطلها في الليل و سيأخذ عليه قادير سيقول لها سمح لي ولكن أنا لم تسالي لهذا نوع الحفلات سيكون قادير سيصدم سيقول لهم سيقول لهم و ميليستة عرضت عليه و يقول لي أخوها سيقول لها لا فهمت عن ماذا تسكبرها لها الأس سيقول لهم أنتم مالكم أنا أولاد خالتي خديجة عزازين عليها بثاف و أريد أن نكون صديقات لهم و سيأخذ موراد أسيا و سوفيا و سعراء سيقوم لهم كل شيء سيصدم سيقول لهم سيقول لهم سيقول لهم سيقول لهم أنه ستعطي عنها سيقول لها و أخوها منها سيقول لها كما عرفت أنت ستكلم لها سيقول لها سيقول لها سيقول لهم سأحل هذه المشكلة القسم الأسجية سيكون كامل لديهم حصة التجربة الفيزيائية وهنا سوفيان سيستغل الفرصة ويمشي عند ريم ويبدأ يحاول يهدر معها وخاهية سيكون محامله هنا موراد سيغير على صاحبته سيأتي لسوفيان سيقوله إذا أريد أن نقص لك 500 لارا من الفلوس الذي كانت سالك هبط عند صباطي وسدلية سيورج جالي فذلك سيأتي لسوفيان من بعد القراية سيرجع كامية للدار ستضمون من شكل جديد للكوخ سيكون لزوين أو لديهم شرجع بلاسة يقلصوا ونعصوا وطيبوا ومن فوق لديهم السخان سيفرحوا بشكل جديد لدارهم سيعمقوا وعمهم وسيشكرونه ولكن هذه الفرحة لا تكمل بالليل سيأتي لديهم والدار سيقول لهم مزين تبارك الله بنيت وليا الدار وسط الجردة وخباري قدير سيقول لي هذا لغيرك وخدي الجاج وزيدون على تابع الدار اللي كريه عمي من عندك سيقول لي هذا الدار ديالي وهذا الكوخ كان في الجردة فانتوما ستخرجوا منه اليوم قبل غضاء انا ان شاء الله غضاء في صبح بكريه سنريب وما سيبقى سيقول لي حسنا لا نعجمنا بالسكن هنا غير مدرقين هنا بما تدخلوا لخلصة الشارد وستحولوا لدار مزيد سيقول لهم هذا الكوخ اصلا لغيرك وخدي الجاج سيقول ليهم انا ماشي سوقي خرجوا لي من هنا ومنعرفكم سيبقى سيأتي عمهم ومرت عمهم سيقول لي هذا الكوخ اصلا لغيرك سيقول لي خرجوا لي من الكوخ ديالي انا مبغيت بقتشي واحد هنا سيقول لي سوعد انا عارفك على شكتر من الصباح بغيت تخلص على هذا الكوخ سيقول لي سيكون احدى ما يريد سيأتي حانيا سيقول لي ماهيه سيأتي مختلفة سيأتي مخلصة سيقول لهم صافي وخي مشكلة سنرى ما ترغبت سيأتي بواطا سيأتي بقليل ويأتي رأسه سيأتي نبهة تسمع جين سيأتي سيأتي سأخبرني ماذا تخبيث عنه سأخبرني سأخبرني سأبدأ كيفية البواطن سأجدها سأجدها نفس الحلقة التي تجدت في الفيلا سأخبرني سأخبرني ولم أعرفت في مكان الحلقة سأخبرني 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 ويخبرني castigana أنجزت خاطئة سأخبرني سأخبرني لا أحده سأخبرني سيقول لها بالصحيح إذا لم يكن يسحى بها تحت أمه ستعنقوا ستفرح بشكل حلقات وهكذا سيسد على الموضوع الخيانة وهي أصلا لا أشكر فيه مراد وصاحبه سيمشي عند عمر وصفيان سيقول لهم أنا مستعد من قتلكم 500 لارة من الفلوس الذي كانت تسالكم ولكن لدي شرط سيمشي وعندك الدرارة لوقف أمه وسيتضربه عمر هذه المرة سيكون يدخل فيه سيقول لهم الآخر سيقول لهم أنا كل وقف هنا ولم يرى عمر سيقول لهم هنا سيضربه على وجوه حتى يجعله طايح في الأرض مراد وصاحبه سيكون تحكوه مستمتعين بهذا المشاهد سيكون قصة مع أصحابها في القفيتارية ويكونوا عينها غير على قادر سيقول لهم هذا البلد ما عش الله يجب أن يكون الحبيب هنا ميليسة سيخرج عينها سيقول لها قادر لا يصلح لك وصبر كل الله ومخلق ومعادة تخرج لك سيقول لها ويجب أن يمشي حتى عنده ونقترح لي أن يكونوا في علاقة ويرفضني سيقول لها سيقول لها ريم لا لا كيف سيذهب لك ويطلب منه أن يكون الحبيب سيقول لهم أن يريد أن يكون معي ويجب أن يتساعد لك سيقول لهم ويجب أن تقول لهم ويجب أن تكون قادر لا يستطيع أن يعدها سيقول لها أنك تريد أن تشرب شيئا أما أنك تريد أن تأتي بها فأنا لا أستطيع سيقول لها يعني تحسسي من هذا المطلقة ويجب أن تتعامل مع البنات لأنه تتعامل معه مليسة سيكون عينها على قادر و لا تكرهون أن تسوصون تسقط بها سيبسون سيجعله مدير مع القادر سيستطيعه سيغلل به سيقوم عن قادر سيستطيعه أتصبق لها صحبه سيكون حاضرينها وزوجونها سيجعله سيقول لها لك ايجب أن تشاهده بأنه سيبسون بخطرة لأه سوف تقبل انك ستكون الحبيب سوف ندر واحد اتفاق انويةك سوف نعطيك شفية الفلوس وانت سوف يتمثل انك بالصح قبل ان تكون معي في علاقة سوف يأخذك الفلوس سوف تذهب مع طائرة بالفرحة عن صحابتها سوف تقول لهم صافي اليوم سوف يكون اول موعد غرامي بداية علاقتنا القادير مليسة هنا سوف تصدم سوف ترمي بنيتها سوف نرى من بعدها قادير جاب واحد مناطة طلبتها سوف سوف يضع لها الصرف سوف يقول لها انا لم تكن شرش بالفلوس هنا سوف يتحدثوا عنها مليسة سوف يسفرح سوف يقول لها واذا سوف نعطي هذا الفلوس غير كيف يكون معك لان طيحت النبو بالقياس سوف نرى اسية جلسة عند مراد يحتاج عندهم محتمين خصوم يدرونه سوف يقول لها شوفي عيدة لي في التليفون سوف يقول لها لا يوجد التليفون سوف يقول لها بفاستي سوف يقول لها صافي سوف يقضلهم بعد يدنا سوف يقول لها وليس لأنا نذهب بالدار ونقضلهم بزوج سوف يقول لها صافي يقضلها بفاستي سوف يذهب الى الكافيتر ونقضلهم على خطرنا سوف ترى حبيبها وقفها سوف يسرعون سوف يقول لي سيقول لي هذا التمريل الذي كانت سعطتنا أستاذة سأخدمه أنا وياها سيقول لي يا حسن عوانك ما عندك مدير خصك تصبر على واحدة بحال هذه سيقول ليها ميليسا حشو معلش تصدر عليها بها الطريقة سيقول ليها أسية غير خليها أصلا بحالة دنوحدة تكون فيها غير الهضرة كسحب ليها وقيلة أنا غادي نتقلق على كلام بحال هذا خليها تترتقف سمها غير بوحدها سيقول ليها ريمو هي معصبة أنت أصلا واحدة حقيرة ومسخة ومكتعفلة لبسي شو في حالة كديرة؟ سيقول ليها أسية أنا واحد الإنسان اللي طبيعية بزاف وعارفة شنو بغية في حياتي لهم هم كنت تترتقى غير بوحدك بالسامة تجعلك سيقول المراد أنا كنت نتقل الكافيتاريا يالله اتبعني هذه ما سيقول ليه وش سيتمشي معها سيقول ليها ما عندي مدير تمانين خصنا نحلوه أنا وياها بزوج سيخليها ومشي تبع أسية ستبقى وقفة ماء ومصدومة ترجمة نانسي قنقر